اشتركوا في القناة حيث تابع العالم عملية الإنقاذ التي استمرت لأيام وشاهد صمود الراحل في البئر على عمق 32 مترا ودع خالد ووسيم ابنهم البار مثل ما ودعه العالم بأسره بعد أن أسرتهم قصته لأيام وجعلتهم يسكنون معه ذلك البئر ويشاركونه ذات المأساة في حلقة اليوم نقرأ لكم تفاصيل هذا التضامن الذي أكد بأن مبادئ الإنسانية حية في قلوبنا مهما اختلفت المنابت والأصول وحتى الديانات يصرني أن أرحب بالضيف التحرير لهذا اليوم الدكتور ناجي الأمجد الخبير في التربية والتواصل دكتور أهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على التعوى ومرة أخرى عزاؤنا واحد في هذا الفقيد ريان من الله وإن إليه راجعون عزاؤنا واحد وربما الحدد كان كونيا وهذا ما جعل من الضرورة أن نخصص حلقة خاصة نتحدث فيها صحيح عن أحزاننا عن ألمنا لهذا الفقدان لهذا المصاب الجلل ولكن في نفس الوقت أن نقرأ ما بعده لأن صحيح المأساة كانت قاسية على الجميع والفاجعة ربما نحن كمغاربة تألمنا لأننا يعني نرثبنا اليوم وواحد منا وطفل كان قد يكون له مستقبل زاهر ويقدم ربما لأسرته ما كانوا يتمنون منه ولكن مشيئة الله سبقت اليوم يعني لكي نوضح للسادة المشاهدين لماذا هذا التفاعل مع ريان لأن هناك من لام للأسف وقال هناك أطفال كثر صحيح هناك أطفال يتألمون في الجبال بسبب البرد من سيبيريا وانتغادي هناك أطفال يسكنون اليوم ربما في مغارات وكهوف بسبب صواريخ تسقط هنا وهناك هناك أطفال أيضا يخرجونهم من تحت الركام ولكن ريان طفل لم يتجاوز ربيعه الخامس في بئر عميق في عتمة وبرد يعاني بصمت وأمام عدسة الكاميرات رغم كل الجهود المبدولة للإنقاذ وتوفير كل السبل الخاصة بإنقاذه وإخراجه من ذلك البئر اللعين هذا ما جذب العالم على مدى خمسة أيام وجعلهم يتضامنون يصلون يقرعون أجراس الكنائس يتعبدون في معابدهم أملا بفرج قريب لكن ذلك لم يحدث هل بالفعل هذه الواقعة وخصائصها وبطلها الذي هو الطفل هي من جعلت تلك الإنسانية التي ربما اندثرت وغابت لسنوات بسبب العالم المتسارع أن تعود من جديد تمنيت أن لا تصمت وأن لا تسكت خصوصا ما حباك الله به من حس بلاغي وفصاحة لأنك فعلا أعدت المشهد وكأننا نراه من جديد وذكرتني كلماتك بالصياق صياق الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الريان خلق هذا الجو من التعارف خلقه بمشيئة الله بطبيعة الحال ولم يختر ذلك ولم يرد ذلك فجعل الله على يديه وأجرى على يديه مفهوم هذه الآية إنا أكرمكم عند الله أتقاكم أضعها بين مزدوجتين كل من الخلائق التي ساهمت في الحدث في نشره في التعليق عليه في نقله في تقديم المساعدة في العزاء في المواساة كلها دخلت في هذه الخانة أكرمكم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم فكم كان على يد ريان من تقاه وكم كان على يدي ريان من تقيات هذا الحدث كما أراده الله كما قلت والله يعرف أين يضع سره في أضعف خلقه بطبيعة الحال كان هذا الضعيف هو ريان ومن تحت الجب أو في غياه بالجب كانت الرسائل تترى تمضي أجبني أنك قلت لماذا ريان لماذا لا يكون ريانات آخرين لماذا لم يكن الأطفال الآخرون تحت الكاميرا أو تحت المشاهدة لا أحيانا الله عز وجل يخرج من بين العبيد أو العباد يخرج أناسا يريد أن يؤدوا رسالة ما وينصرفوا ويذهبوا كانت هذه الإرادة ربما احنا تمنينا كما قلت أشياء وأشياء ولكن الله أراد شيئا آخر لو عاش استغفر الله على هذا الفرد أو الافتراض لو عاش ريان ربما كان سينسى وكانت الرسائل لن تصل بهذه القوة ولكن الجميل هو أن الله عز وجل كتب هذه الملحمة وجعل فيها نعمة النعمة هي أننا بدأنا نعرف إنسانيتنا هي أننا بدأنا نعود إلى الجادة بدأنا نعرف أن المادة تافهة رغم الإبكانيات رغم القدرات رغم التكنولوجيا أراد الله لرعيان أن يودع الحياة بعد خمسة أيام من غياه بالجب لكن سؤال لماذا لم يتحرك العالم في كذا كوارث لماذا لم يتحرك العالم في كذا قضايا ها هنا العالم هو الآخر خلع جبته العولمية وخلع جبته المادية وخلع جبته الفردانية لأن العالم كان يؤمن بالفردانية كان يؤمن بالمادة كان يؤمن باللاقيمة على هذه الأرض حتى التفرقة دكتور الناجي والتشتت التي هي سيمة عالمنا اليوم لن أقول العالم العربي فحسب ولكن أيضا هناك صراعات هناك يعني إن كان العنوان الأبرز الذي يطغى على الساحة أنا ذاك في الأيام القليلة الماضية هو الصراع الروسي الأمريكي الأوروبي في حال غزت روسيا أوكرانيا ربما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يعني لم يستطع أن يتجاوز ما حدث لريان وقدم تعزيه للشعب المغربي ربما إيمانويل ماكرون قبل أن ينتقي بإفلاد مرقودة كتب أيضا وعز الشعب المغربي بابا الفاتيكان هو الآخر كنائس القدس قرعت جراسها وصلي عليه صلاة الغائب في مسجد الأقصى أنشود من طفل في غزة أبناء مخيمات اللجوء السوريين يكتبون لافتات من مخيم اللجوء إلى بئر وإلى ريان الصدقات والسبيل في شتى البلد المعمورة هناك لماذا أن أقول بأنها أخرجت العالم من قوقعة المادة وأدخلته في حزب الإنسان أعتقد أن ريان أعلن عن حزب الإنسان نعم شكرا لك وهذا الإعلان فيه مراجعة للذات الذات الكونية وهذه الذات التي دخلت في غمار المادة كما تفضلت قبل قليل خرجت اليوم فلماذا هذه الأحاسيس موجودة في القلوب إلا أن العقول تأبى إلا أن تغيبها إلا أن تغيبها وتجعلها طي النسية بل معاني السامية التي تركها ريان نعم الاستيقاظ من الغفلة في حد ذاته هو معنى سامي فالغافلون أينما كانوا لا ينظرون أو يتغافلون لا يريدون أن ينظروا إلى مأساة ما فلما توفي ريان كانت الصورة هنا أو لا ننكر هذا كانت الصورة وكان الإعلام ذلك أو تلك الإبرة التي تخذ قلوب وذواتي الناس المتابعين العالم ككل يعني كنا متبلد الحس إلى حين إلى حد ما فلما جاءت الصورة بهذا الصدق وبدون مكياج وبدون أكسسوارات وأردنا أنه من قرية صغيرة في أعالي الجبال من قرية صغيرة ربما نقول ولا نريد أن نقول ذلك من العالم المنسي حركت محيطها وصارت كالحجر لما يلقى في البركة هذه الدوائر تحولت لمركز وهذه النقطة كنا نغفل عنها والإعلام في يدنا لا نعرف ولا ندري ماذا نفعل بالإعلام فجاء الإعلام سيدينوفل وحرك هذه الفقاعات التي كانت تغيب كثيرا من الأحاسيس وجهل الإنسان إنسانا وكما أقول دائما هذا الإنسان مكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا نفرق بين طفل وعجوز ولا نفرق بين قروي أو حضري ولا نفرق بين متعلم أو جاهل السلوك الإنساني لما يسمو يحرك العالم ويعطي المعجزات المخترعون العظماء الفلاسفة المربون الأدباء لماذا خلد اسمهم خلد لأنهم أعطوا النتيجة أعطوا القيمة أعطوا كذلك القيمة في أجمل صورة وفي أبهى صورة والإعلام إذ نشكره وأنت كإعلامي على رأس هؤلاء جزاك الله خيرا نشكر الإعلام لأنه أرانا إنسانيته لم يرينا مهنيته فقط بل أرانا حتى الوجه الإنساني في كل إعلام ولهذا سمى الإعلام في هذه الأيام سمى الإعلام بكل ألوانه ولا نتحدث عن هؤلاء أشباه الإعلاميين الذين أساءوا بشكل أو بآخر إلى الإعلام ولكن سرعان من محت صورهم وآثرهم أقول لك في الإعلام الفيس مثلا وجميع الوسائل التواصل والوسائط كذلك هي الأخرى تطهارت كان نوع من الكاتاسيس على الصفحات وصرنا نشاهد مادة إعلامية نشاهد مادة إنسانية مادة قيمية في الوقت الذي كان الغثيان يصيبنا بمجرد ما نفتح هواتفنا ونريد أن نجري إطلالا أخر نقطة لو سمحت في هذا الباب لماذا؟ الأسر هي الأخرى انتبهت إلى إنسانيتها فبعد كوفيد والحجر الذي أمضينا فيه شهورا وسنوة ونيف هي سنوات بالفحل يعني هي سنوات ضوئية جاء هذا الحدث فصرت تشاهد على أن الأسرة تجمعت حول الشاشة وتبكي وربما هناك آلام وحسرة تساوى فيها الأب والأم والأسنة وليست الأسرة المغربية بل نفت انتباهنا جدة جزائرية ترفض عن تفارقة تلفاز وهي تدعو أمام حفيدها وتنتظر ريان وكأنها بانتظارها لي الإشارة هنا سنواتفال هي أن الأسرة كذلك صحت من غفوتها ومن سباتها حتى الأباء والأمهات التفتوا لأبنائهم وأصبحوا ينظرون إليهم وكأنهم كلهم ريان صحيح أنا أشاهد الصور وفي الصور رجال الوقاية المدنية يحملون جثة ريان إلى سيارة الإسعاف تقبله الله تقبله الله بين الشهداء والأبرار وحصنا إلى كرفيقة ولكن حتى وحدة الصف المغربي كانت مبشرة بالخير نعم أن هذه أمة الصعصية على الجميع الأمة ولدت لكي تقاوم الصعاب حتى أن من بين العبارات التي أعتقد أن من بدأها صحفي فلسطيني فكتب هو مقيم في المغرب كتب أكتبوا على جوازات السفر جوازات سفر الشعوب العربية أننا سنحركوا الجبال من أجل هذا المواطن فصاغها بعض المغاربة بطريقتهم الخاصة وقالوا أكتبوا على جواز السفر أننا سنحركوا جبال الأطلس من أجل حامل هذا الجواز تفنن الناس في التعبير أرسلت لتوحد العالم وترحل ولكن الوحدة المغربية الخاصة تبين أننا بفعل أمة يعني إحنا يأتيك أطفال متطوعون وبموافقة الأبي والأم من أجل النزول إلى ذلك هذا أمر لا يقبله عقل والسلطات تقوم باستجدائهم فقط لكي يعودوا أدراجهم ولا يطبقوا ذلك الفعل لأن فيه خطورة عليهم إحنا يجيك أبطال الاستغوار من كل مكان شاب من أقادير من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال الحفار من الصحراء غفار عم علي وآخرون بشكل تطوعي رجل يقود آلة الحفر ويقول له عليك أن ترتاح ويأصد أكثر من يومين وأنت تعمل بلا توقف يقول لن أرتاح وأبني هناك هذه المظاهر من التضامن التي أيضا تلت وفاة ريان ولكل يعني الشكر والتقدير لن نذكر الأسماء لكي لا نستثني أحدا ممن قدموا يد العون ومساعدات عينية وأخرى مادية أو أخرى معنوية يبشر أن مغربنا بخير حتى في عز المأساة أشكرك كذلك على هذه اللقطة الجميلة التي لخصتها بكذا قراءة هذا المغرب كان مستعصيا على الفهم أولا وكان مستعصيا على إيجاد المعادلة التي تجمع هذه الأطياف وهذه التوجهات إن شئنا أم أبينا لكن الاختلاف في المغرب تنوع التقافي في المغرب تنوع القيامي كذلك في المغرب حسب المناطق فالكرم يجتاح كل مناطقنا ولكن الكرم الأمازيغي ليس هو الكرم مثلا في الحاضرة الكرم القروي ليس هو الكرم في الصحراء كل ينفق مما عنده فتجمعت هذه الأشكال في هذه الحادثة وتجمعت هذه الأطياف بالقوة وبالفعل لأن الأرض التي تحملها هي تربة الصالحين هي تربة الأولياء هي تربة الذين وهبوا أنفسهم فداءا للوطن وأنت تعرف أن الأضرحة ومقابر الصالحين تجداح المحيط وتجداح البحر الأبيض المتوسط تقريبا بمعدل خمس كيلومترات هناك ولي قالوا إن كان المشرق بلاد الأنبياء فإن المغرب أرضا هذا الحمد لله هب من الله ثم المساجد وما كان يتلى فيها من آي الذكر ليلة نهار هذه كلها أشياء تجعل من هذا المغرب لوحة جميلة ولا يمكن أن تضاهيها لوحة في منطقة أخرى وهذا ليس ربما اعتدادا بالنفس ولكنه هب من الله لماذا نريد أن نحاسب أنفسنا على هذه المنة ولماذا نريد أن نحاسب ريان كذلك عن هذه المنة وهذه الكرامة التي اختصه الله بها وهو ميت وليس حيا فهذا الالتفاف أعاد لنا كما قلت الثقة في المغاربة وأعاد لنا قوة لحمتهم والتحامهم وأعاد لنا أن ننظر إلى الإنسان بخيره قبل شره وهذا كنا قد غيبناه اللغة السلبية اللغة المأساوية اللغة السوداوية كانت تجعلنا نقدم أوراق اعتماد اليأس بلا منازع ولكن هاهنا عدنا كشباب كشيوخ ككهول عدنا كمثقفين عدنا كذلك عوام عدنا إلى الجادة التي تجعلنا ننظر إلى هذا البلد الأمين ننظر إليه بهذه الخصوصيات وبكذا مقومات وبكذا قيم سؤال مطروح قد تكون مصالح خاصة الذي يريد أن أو يبحث عن ركوب الموجة نعم أو أن يركب على هذا الحدث الحمد لله على المستوى الوطني لم يحدث ذلك بل بالعكس كانت عبارات التضامن والتآذر مع أهل ريان وكأن ريان ابنا لنا جميعا وحتى إعلان الوفاة يعني كان صدر من مكان خاص وخاص جدا وله مكانته في قلوب المغاربة التبت عبر برقية تعزية من الملك محمد السادس ببلاغ من الديوان الملكي هنا كانت هناك إشارات أن وحدة الشعب والقيادة تجسدت في أمور كثيرة جدا أفرحت وأسعدت المغاربة في نهضة حقيقية تتحقق يوما بعد يوم ولكن حتى في المأساة حتى في فترات الحزن الشديد نعم تتسجد تتجدد هذه اللحمة ممتاز وهذا ما كان ربما في رسالة العهل المغربي إلى ذوي ريان هذه الصورة التي قدمها صاحب الجلالة مشكورا كانت درسا عمليا بلا منازح كانت درسا أرى الجميع ما هي علاقة القائد بشعبه ما هي علاقة الملك بمواطنه وألغت كل المشوشات وكل التشويش وكل المشوشين تبهت أخي نوفل لم يبرز أو لم يطلع علينا حزب أو لون أو توجه أو قبيل من القبائل أو كذا توحد الجميع تحت هذه الإشارة التي كانت أقوى من الإنسانية وكانت أقوى من كل اللغات وإذ نشكره على هذا السلوك نريد من المسؤولين أن يتلقفوا هذا النهج أن يتلقفوا هذه الرسالة بكل إنسانيتها وبكل جمالياتها لا نريد أن يتكرر المشهد فكأن ريان قال بعدي اطمروا كل الحفر وكل الثقوب غير الصالحة وكل الآبار الجافة الميؤوس منها وكأن ريان قال أنقذوا طفولة بلادي سواء في القرية وفي المدينة أنقذوا مواطن الإفلاس مواطن تشرد الطفل مواطن إنفلات الطفل مواطن الاعتداء على الطفل وكنا نشاهد هذه القصص منذ سنوات ومنذ شهور ومنذ أيام هو السؤال المركزي اسمح لي دكتور ناجل أنا أصبقك دائما في طرح الأسئلة لقد قبل قليل تحدثت ماذا بعد ريان نعم وأعتقد أن هناك مليون ريان أو أكثر من الأطفال الذين اليوم أصبح الحديث عنهم حديث العامة والخاصة في مجموعة من بؤر الصراع والتوتر في مناطق شتى من أنحاء العالم تنتهك فيها الطفولة بشكل صارخ ففي المغرب لدينا عدد كبير من ريان ممن لا يتمدرسون ممن لا يجدون المأوى ممن يبحثون عن أفق للمستقبل وشهدنا في أولئك الأطفال أنه فعلا هناك رغبة في العطاء رغبة في الإيثار رغبة في البدل من طرفهم الذين تطوعوا من أجل ريان والذين بكوا عبر الشاشات والذين قالوا قصائد الشعر من السودان وصولا إلى عمان في شارشات كانت مفتوحة على مصرعيها لتقديم الدعاء لريان إبان محنته في ذلك البئر هل بالفعل محليا وعالميا سيكون هناك مرحلة ما قبل ريان ومرحلة ما بعد ريان أم أنني أبالغ تبالغ إن رأيت أن العالم كله سينتظم في هذه الرؤية ولن تبالغ إن عزلت دولة عن أخرى فنريد ولا يهمنا العالم الآن نريد من بلدنا أو لبلدنا أن يولد من جديد على يد ريان أن تكون وفاة ريان هي الولادة الجديدة للمنظور الحقيقي والإجراء والعمل للطفولة كل من به قطاع مهتم بالطفولة عليه أن ينظر إلى أطفالنا كرأس مال بشري كقوة ناعمة تغير أنفسنا وتغير قيمنا وتعيدنا إلى إنسانيتنا فأنسنة الوطن تبتدئ من الطفل الذي لا يرحم الصغار وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعزل واليا لأنه لا يلاعب ولا يداعب أطفاله فها نحن الآن أمام هذه الصورة صاحب الجلالة أعطى كما قلت الرسالة والدرس فعلى المسؤولين الآن سيدين أوفل أن يعودوا إلى جادتهم وأن يخصصوا كثيرا من المقومات لرعاية هذا الطفل أينما كان بدون استثناء سواء من حيث دور الشباب من حيث رياض الأطفال من حيث الملاعب ملاعب القرب من حيث الفضاءات الترفيهية فضاءات الفنون كذلك ثم فضاءات لإعادة المواطنة إلى جادتها يمكن أن ننشأ أكاديميات لمثلك هذا قضايا الطوارئ كيف نتحرك في الطوارئ كيف نربي أجيالنا على الطوارئ سواء كانت كوارد زلازر فايضانات لقدر الله لكي يعود هذا الوطن إلى لباسه الحقيقي وإلى ألوانه الزهية والبهية وكانت الجلسة معك جميلة جدا سيدين أوفل تشرف بحضورك تشرف بحضورك دكتور ناجي الأمجد خبير في التربية والتواصل شكرا لكل رسائلك النبيلة والهام التي مررت عبر هذه الحلقة القصيرة شكرا ولكن هناك حلقات كانت بخصوص ريان إلا أن هذا الجانب الإنساني كان لابد أن يحضر شكرا جزيلا شكرا لك مرة أخرى شكرا موصول لكم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنت وإلى